النهاردة لأنها تبقى سريعة جداً ولكن بلدنا العظيمة دايماً مبهجة ودايماً سعيدة أو مصر رغم أي أزمات ولكن الناس تحب تفرح والناس تنزل للشارع أنا بعد ما خلاصة الحلقة أمبارح ونازل مصر وكلها في الشوارع في كل حتة الشوارع مليانة بشر مليانة عربيات كل حاجة مليانة من أول مطعم فلو طعمية لفندق سبع نجوم كله ما شاء الله مليان كورنيش النيل مليان مامشى أهل مصر مبارح عاملين احتفالية رائعة جداً آلاف آلاف المصريين مبارح شايف مامشى أهل مصر مبارح بص العظمة اللي عاملها مصر مصر بتعمل عظمة بجد المامشى ده طبعاً حاجة بقول لك كان فكرة طب الفكرة دي بقت النهاردة على أرض الواقع إبهار شعب عظيم بيعشق بلده حب بلده بقول لكم الناس والدنيا برد جداً وموت البق حرارة منخفضة جداً ولكن شايف مامشى أهل مصر مبارح مكسرين الدنيا ولا أروع وجابين يعني حاجة بسيطة ولكن الناس بقول لكم آلاف مبارح قاعدين صهرانين للصبح في مامشى أهل مصر وفي كل حتة الناس مبارح ما نمتش شعب المصر بقول لكم يحب البهجة ويحب الفرحة ويحب الاحتفالات الشعب المصر ما حبش الكآبة بصراحة يعني ما نحبش الكآبة ومش عايز حد عنده كآبة يعني جبها لنا لا خالص ليه احنا الحمد لله سعداء ومبسوطين شايف حضرتك ليه دايق الناس وزعل الناس لازم كنا نبقى كلنا مبارح بالشكل اللي احنا بيشوفوا كده وإحنا مبارح زي بقول لكم كنا بنحتفل مبارح ونحتفل النهاردة تاني ونفضل دايماً يا رب دايماً شايف النيل النيل الخالد شايف المراكب كل المراكب دي مليانة ناس واحتفالات وأغاني وكل بقى مشغل شايفين هنا هيصة بقى وأغاني ورقصوة واحتفالات حاجة مبهجة جداً وأشقان العرب موجودين والسياحة موجودة وحاجة جميلة جداً شوف ما مش أهل مصر تعمل ازاي وبقى ايه النهاردة بقى مكان الناس تقول لك الله ده أنا ما شفتش المكان ده ده أنا أول مرة أجيه ما كنتش متوقع أيوة فرحوا وانبستوا ودايماً يا رب تبقى أيامكم سعيدة وفرحانين يا رب آه عندنا مشاكل ولكن في يوم زي كده وليلة زي كده لا نفرح شايف المراكب بص الجمال بتاع مصر شوف نهر النيل عامل ايه بص الناس سهرانة بقول لكو امبارح الناس ما نميتش من وهي بتحتفل ناس ما بتصدق تلاقي يوم سعيد كده تنزل تاخدوا ولادهم الأسر كلها في الشوارع الأسر كلها بتحتفل وخلي بالك هي كمان رسالة جميلة جدا لما أوريكوا بعد شوية بقى المحافظات شايف حضرتك كمان الشيخ زايد ودي الشيخ زايد كمان والصهرات والصهران بارح الشيخ زايد زي ما حالكم بتشوفوا كده شوف الشيخ زايد كمان والناس والأعداد واحتفالات بقول لكم الناس بارح يوم جميل جدا وليلة جميلة جدا وليلة استقبلنا فيها عام جديد 24 ان شاء الله يكون عام بإذن الله زي ما استقبلنا بزير الاحتفالات تستمر معنا الفرحة والبهجة وبابا نويل طبعا وزي ما بقول لكم في كل مكان شعب المص حضرتك تشوف شيخ زايد في موضع لقدم ناس على فكر ناس جايين من برسعين ناس جايين من السويس ناس جايين من اسكندرية عشان يحتفلوا في القاهرة والعكس اتلاقى الأقصر مليانة رحلات في الأقصر ما شاء الله ما فيش موضع لقدم في أسوان في شرم الشيخ في الغرداء في مارسة عالم في اسكندرية يعني مصر مليانة باسم الله ما شاء الله شعب يحتفل ودايما يا رب تحتفلوا دايما كده تبقى سعداء انزلوا وافرحوا تبقوا مبسوطين كده تجمعوا الخامس كمان ولا أروع أي حتة في مصر ولا أجمل فين ما فيش إلا في مصر تلاقي الكلام ده تاني بقول لك مهما هنا ولا هنا لا هي مصر المكان مصر الزمان مصر الاحتفالات مصر الناس تيجي عشان يشوف مصر عشان يحتفل يدفع فلوس قد كده عشان ييجي يحضر ليلة زي كده في مصر يقول لك أنا قضيت راس السنة في مصر هو بالنسبة له هي رايح فين رايح يقضي راس السنة في مصر هو فيش غير هي مصر تقدم هذا النموذج من الاحتفالات والأجواء البديعة والأمن والأمان اسكندرية وياد سلام على جمال اسكندرية وجمال اسكندرية والعجاب النار يبصوا الأعداد قد يبصوا الناس والاحتفالات في كل اسكندرية كونيش اسكندرية مبارح كله ماشاء الله دنيا برد ولكن الناس تحتفل في اسكندرية أعداد يعني آلاف بيتحركوا كده في بعض اللقطات هتشوفوه معنا الناس يعني الناس بتماشي كل واحد ماشي بالحركة الطبيعية انه كله بيتحرك في زحمة رهيبة جدا وبالتالي موج الناس البشر اللي واخدينك يتحركوا زي ما كله ماشي باتجاه واحد شايف اسكندرية مبارح بديعة اسكندرية دايما اسكندرية تحب اسكندرية وتروح اسكندرية وأهل اسكندرية والشعب المصر كله في كل مكان شعب عظيم ويحب كمان يفرح ويحب ينبسط شايفين ما شاء الله المصريين يا جماعة خلوكوا دايما فرحانين كده يا جماعة هي دي صورة مصر والله صورة بلدنا الحقيقية احب الفرحة شايفين الاعداد ما شاء الله ده انا شفت كمان ادي بص بص عدرتك شايف اسكندرية مبارح شايف المشهد اللي قدامك ده طب ده تلاقيه فين تلاقيه ده فين طيب مصر هل حد عنده كده هل الناس كده حبين بلاتهم كده حبين يفرحوا في بلاتهم وينبصوا في بلاتهم ويسعداء ببلاتهم ويستقبلوا عام جديد ان شاء الله يا رب يكون افضل كثيرا يا رب العامل الفاتحة صعبة جدا بص دميات انا ما شفت المشهد ده قلت معقولة دميات كده معقولة دميات فيها المشهد معقولة دميات مصر راحت كلها دميات معقولة الشعب توجه الى دميات عشان يحتفل في دميات ولا في راس البر ولا فين شايف الاعداد في دميات قد ايه شايفين يا جماعة خلي بالك لما تشوف كل ده يا جماعة امبارح بفضل ربنا مفيش حدثة واحدة امبارح مفيش حدثة كبيرة حصلت امبارح ده معناه ايه شعب يحب شايف لقصر شايف كورنيش لقصر كورنيش النيل شايف حضرتك الناس والاعداد قد ايه كل ده طبعا ناس جاية من كل حت المحافظات وحركة السياحة كبيرة جدا ما شاء الله بقول لحضرتك اي مكان تروحه تجد هذين مشاهد البهجة والاحتفالات شايف قدي الناس بالولاد ولدنا وعائلتنا كله شايفين البراكب كله شغال كله شايف حضرتك هي دي مصر خد مصر من اي مكان تروح اي حتة تجد هذين مشاهد الرائعة لقصر طبعا جميلة جدا في هذين الاجواء عايز تفسح يلا على لقصر وعلى اسوان وعلى مرسع وعلى موادي اسوان اهو لسه بنقول لقصر اسوان جميلة جدا في اي وقت والايام دي بالذات اسوان جميلة جدا الدنيا دفع هناك والتاني تاني بقول لحاكم الناس تحب خروج تتفسح تنبسط اسوان كمان جميلة وبديعة جدا اسوان زحمة ايضا في اسوان ومدين اسوان وكل المناطق اللي موجودة في شرم الشيخ يا جمال شرم الشيخ ويا بهجة شرم الشيخ كمان وزي ما حاكم بتشوفوا كده يعني النافورة الراقصة والاحتفالات واستقبال العام الجديد والسياحة النصرية والعربية والاجنبية السياحة الداخلية اقصد طبعا ناس كتير جدا في شرم الشيخ كله كامل العدد كامل العدد شايفين هنا سو سكوير طبعا ميدان الشهير طبعا زي ما حاكم عارفينه ونعمة بي كله شرم الشيخ كلها ساحرة في اي مكان تروح شرم الشيخ تنبسط واي حكتة في شرم الشيخ شرم الشيخ شكرا